بالقرعة الخضراء اختي غادي تودعي شي حاجة اسميها الشعر الزائد تقولي ليه باي باي وإلى الأبد بدون رجعة وبدون ألم إن شاء الله الوصفة المعجيزة اللي غا تخليك ملساء صلعاك صلعا اختي ما فيك حتى شي ضغبة نهائيا سواء كان عندك ضغب او الا شعر بكيميا كبيرة ولا قليلة سواء كنتي مشعرة ولا ماشي مشعرة فاختي غادي نحيدوه هاد شي كاملو كما قلنا البنات غير بالكورجات ولا بالقرعة الخضراء فلي عنده شي اسم ديال هاد المكوين هادا رائع المفيد للجسم داخليا وللجسم خارجيا فسكسبو لنا في تعليقات حبيباتي يعني جميع الاسماء دياله في جميع الدول العربية إن شاء الله جزائر مرس مرس مرسر تونس ليبيا الاخرين من الدول فنبغيون نستفدون بعديات نحنا في المغرب سنقولو لها القرعة الخضراء او القرعة الاخضر او ما يعرف بالكورجات هادو ثلاثة الاسماء معروفة بيومار بنات القرعة غنصوبو بها واحد للمولاتي الوصفة اللي غتزول لكم إن شاء الله الشعر من الجذور بدون ألم بدون رجعة غادي إن شاء الله تخلي الجسم ديالكم ملس وبيض غادي تفتح لكم البشرة ديالكم أربع درجات وتزول الشعر من الجذور وتخلي الجسم ما شاء الله أبيض متل قشطة وما غاديش إن شاء الله تخلي الشعر ينود تاني حتى وإن كنتي يعني عندك شعر بكميالية وكبيرة وكثيرة فأختي هادو الوصفة سحرية غادي تخلي الشعر يتساقط بدون ألم نهائيا ويتفت فتختي منا الجذور فأنتمنى حبيباتي لحضرة تعلم الغيبة وأهم حاجة لبنات باقتاجي ولا فيديو ولا شاركوه مع حبيباتكم صديقاتكم باش إن شاء الله كل شيء يتوصل له المعلومة وأهم حاجة اللي دي مثلا نقول لكم ضروري ما تديروها باش هكذا المعلومة تنتشر والي هي اللايك ديالكم فالله سهل عليكم أي وحدة كتشوفي يا دابان بغي نقول لاتبت تحسن هادو فيديو تبارك أو لتضغط زيال لايك أنا ما غتخسري تشي حاجة حاجة فابر غادي تديريها باش إن شاء الله نضيو الأجر العظيم كاملين والفائدة ولا المعلومة توصل لجميع المتتبعات ديالنا سواء اللي تعرفونا ولا اللي ما تعرفوناش لانو الشعره دار فينا غزاوة هلكنا السيف صيف كان بول لبسوك سيوات لبسو صايات نخرجو نتبحرو ولكن الشعر كي يكون عندنا في الجسم ديالنا كامل فما كان بقوا عارفين شنو نديروه تهلكنا بالشفرة بقالة الحلاقة بلاسيا كل مرة وساعة غادي نجيس صارونات 150 درهم من الجسم ديالنا كامل يعني كنضيعو في بزاك فأحسن حاجة هو نصوبو غير من دانا نصوبو شي وصفة كريمية عقدة صنع منزلي عارفين المقادر اللي تخدمو فيها مكوناتها الطبيعي من طبيعي الحال وبلس أنها كتفتح البشرح حبيباتي فكما بكتكم عاردين نحساجو ان شاء الله القرعة الأخدر أو الكوغجات أو القرعة عند ديالبنات هذ المدورة هي فيها جوت الأنواع فيها المدورة وفيها الطويلة فيها الطويلة على الطويلة ومنضورها كيكتكون رولو كما كانت نسموها كما كانت مزيانة سواء مكوناة أو لا طويلة كما كانت نوعية ديالقرعة الأخدر سواء طولي الطول ولا مكوناة كما كانت البنات أراها مزيانة ورائعة جدا أنا هذا القرع الأخضر هذا المكور صراحة ما يخطانيش لبنات غزال زوين ما شاء الله عندهم منافع كثير كثير بزاف للجسم ولا التبييد والتوحيد ولا الإزالة الشعر الزائد فعلى بركة الله سنمروا البنات لطريقة التحضير أهم حاجة لبنات يكون في هذا التربوش لأنه التربوش سنحتاجه إن شاء الله في الوصفة الأخرى لعنى من عبية غير الشعر هذا التربوش هذا هو هذا شكوا البنات هذا هو التربوش ها هو البنات هذا هو التربوش سيكون ضروري ما يكون فيها أنا نحاول أن نحيده بشيبال لكم مشتوك يكون لاصق هنا ومني كتحيدو كي يجيب هاد الشكل هاد التربوش هذا غلا نحتاجه في الخطة في فيديو أما دابا غادي نحتاج غل قرع الأخضر أو القرعة كما كان قولو حنا يا الخضرة هادي إن شاء الله ناخد من هاد الحبة هادي وحد شوية عبيت حال كتاخذ الكيمي لغا تناسبكم حال دبقا أنا أخديت هاد طريب هذا وغادي نبشرو او لا غادي نحكو هاد الحكاك الرقيق هادي الحكاك الرقيق هنه هي البنات ويمكن نحكوه مزيان مزيان اضغية ضغية البنات كيت تحكب القشر دياله بكل شي غري وصلوا مزيان داك القارع الأخضر او القرعة الخضراء واستخدموها يعني ماشيب الشرط تنقيوها ولا تقشروها بالعكس باش مما كانت بجميع المسيازات دياله باش مما مزيان تشتوها البنات غا نكتفي بهذه القرعة لانه تبرك الله غير هاد الكيميه را كافية اش غادي نديرو اختيل هاد الكيميه غا نشده وغا نصفيوها غا نشدي واحد صفايا وغا نضفي فيها هاد مبشور القرعة الأخضر وتعصريه مزيان مزيان حتى يخرج ديك المميه الخضراء ديك المميه الخضراء هي اللي محتاجين احنا في الوصفة ديال ازالة شعر الزائد فمن بعد ما اخدي ديك الكيميه كاملة وضفتها في هاد الصفايا كسب داو تعصروها بهذا الشكل هذا حاولو البنات تعصروا مزيان 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 لانه إلا كانت الكورجات ما حكيتوهاش مزيان ستعصر بكل سهولة فدائما نحاولو تعصروا جيدا حتى نزل ديك المميه وخطبه لكم قليلة يعني مخطكون مثلا مقدار معي القاولة يعني ماشي اشكر بحال دابه نرى قليلة هانتم ما شوفوا ولكن مع غير هذيك القطرة هي اللي محتاجين حناية فهذا الوصفة هاتي فكما قلت لكم حبيباتي سنحتاج ان شاء الله هاد القرعة الأخضر بهذا الشكل هذا المديالو ديال مبشور القرعة الأخضر وفي المكونات التانوية ستحتاجوا معي ان شاء الله الى ساشي واحد ديال خميرة ديال حلويات من فئة 8 جرام عندي هادا ديال زوين صراحة البنات رائع يزول الشعر ويدمر البصيلات حتى ديال الشعر نهائيا وللابد فنحتاج ساشي واحدة سنحتاجوها البنات كيميا من الدقيق الأبيض او لدقيقة المخبوزات او لدقيقة الفورس هذا العادي الدقيقته هو كيزول الشعر وكي بيض في نفس الوقت وكيفتح واخر حاجة البنات سنحتاجوها في الوصفة واللي هي معجون الأسنان اي نوعية ولا اي ماركة توفرت عندكم فغتخدموا بها معجون الأسنان الدور دياله هنا يبتزفنا تقول يا علاش كتديري ولا قولنا شنو الدور الدور دياله غزالتي هو انه كيزول الشعر وكيخليه يمشي بدون رجعه بدون ألم يعني البنات اللي تسولوني على ان انا انفو كان ستخدموا الوصفة لإزالة شعر الزائد وكان نحسو بذلك الألم اني كان بدون نفركوه فأراختي ما تكونيش ضفتي معجون الأسنان معجون الأسنان فما كتحسيش بنقطة الألم يعني البنات اللي كيخافوا بزيف بزيف فأختي أغير طمأنني لأنه الوصفة كيما قلت لكم في الوداية بدون ألم وانا هنا يعني لكم بعض الأنواع ديال معجون الأسنان غير هو باش تعرفوا اللي عنده الحساسية كما كنقول البشرة الحساسة فمن الأحسن تدير معجون الأسنان باللول الأبيض اللي ما عنده تشي إشكال وما عنده تشي مشكل تخدم بأي لون ممكن تدير معجون الأسنان باللول الأحمر الأزرق الأخضر لأي لون طبعية الحل ممكن تخدم به هذه الطريقة ديالية لأن البنات الأغلبية كندير لون البيض زوين رائع اقتصادي ماشاء الله كلهما نافع مهم كين هذا هذا بخمسة درهم بخمسة درهم وفي الكمية وخمسة وعشرين جرام كين هذا البنات بخمسة درهم كين هذا كين كذلك غزلاتي هذا كين حبيباتي هاد النوعية كين حبيباتي هاد النوعية هاد النوعية مهم كين صراحة بزيب ديال النوعيات فهنا المسألة كتبقى اختيارية على حسب كل وحدة ونوعية اللي بغات أضيف نضيف كمية كثيرة ونضيف كمية قليلة كتبقى مهم هنا نضيف الى واحد باللون الابيض ولكن قبل حتى نضيف ساشي واحد ديال الخميرة ودائما نخلطه بالموية ديال الورد او بالمالة العادي ماشي بالشرط مورد ديال الورد فاضفت كميشته بالمورد وكمية منساشي واحد ديال الخميرة ديال الحلويات اضيفه سوف نضيفه واحد ملعقتين من الدقيق الأبيض او دقيق الفورس بحالك كيمية الدقيقة الأبيض ثم اضحوا الجميل اضحوا الجميل اضحوا المترجم اضحوا الجميل اضحوا الوصفة اعقاد اضحوا الخميرة اضحوا الدقيق أضحوا الوصفة أضحوا كيمية من القرعة الخضر ومخضر اضحوا القرعة يدفنها وضعوا والعجون اضحوا مأسنان اضحوا اخر خطوة اضحوا البناء سنتجح الوصفة اضحوا اخر مرحلة سوف تنجح الوصفة يجب دعوات الوصفة وكريمية وكتر وكذلك البنات تكون الفعالية قوية كتر إلا تضافه والأخر وما يجعلك تحسيب الألم نهائيا على ضمانتي هذا الوصفة البنزرة يجعلها في جميع المناطق يجعلها الوجهي لأنه الحمد للقرعة الخضراء تزول وتمتصص هذه المشاكيل في البشرات الوجيهية ومن الحساسية لا تجعلها المشاكيل يجعلها على الوجه فوق الشفايف الرجلين تحت البيطة أنا عارفة بزاف ديال الناس يستخدمون الشفراء يديروا ألات الحلاقة كل أختي تنطر داك الجلدة تنطرها تلفقها تنزلها كل مرة ساعة الناس تفقد الحياوية ديالها وكتوصل واحد المرحلة تبانمتره لها وكبيرة يعني كسب البشرة ديالك كبيرة في العمر مع العلم أنك انت غف سين العشرين في سين ثلاثين يعني ضروري حبيباتي من تهلوا في البشرة الجسم لما تهلتوا فيها لما تهلتوا فيها لما تكونوا على يقين من النون مهم هنا أخذت قريبا واحد نص معلقة مهمة بين نص معلقة سوف تجمعوا أو تخلطوا نصف 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 ماشاء الله نصف 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 ثلاثين الضغبة دع المعرفة النوء يخضر ثلاثة ثلاثين تغمر ثلاثين 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 المزيج اللي كيمنع نهائيا الشعر ما يبقاش ينوب كيما كنقولو في حال بديل لازع يخلوهم برمدوهم مرة مرة وحركوهم بدوهم وشيبوهم واحد نساعة حتى لساعة ومن بعد تبقي هاد الوصفة مني تتغسلي الشعر الزائد يعني مني تسخدمي هاد الكريمة او تبقيها او تحييدي الشعر انا نشرح لكم ويمتالا كيكون الشعر هنا يا لبنات شوفوها كيفا جديرا ما كتسيح ما كتسين نهائيا كتبقى لاصقة وعقدة حتى كتزوليك ذكذا الشعر كامل انتم حبيباتين هادي الطريقة ديالي فهذا الوصفة هادي كما قلت لكم لازالة الشعر الزائد حالكا كتبقوا تخلي واحدة تجف ما بين خمسة احت ثلاثة ثلاثين دقيقة من بعد تفركوها وراء الشعر سيبدي تساقط على حاسب دائما كتفركوه تجاه نمو او العكس على حاسب لانه كل واحدة وفينك ينمو لها الشعر ديالها ومن بعد كتفركي تغسلي المنطقة بصحة والراحة بالنسبة الوصفة الثانية انفو كتغسلي هاد الوصفة وكتحيدي الشعر كتوزي مباشرة هاد الوصفة هذي اللي فيها تربوش ديال القرع الاخضر ولا القرع الاخضر ولا القرع الاخضر ولا الكوجين مع شوية ديال الخل كتدهني ديال البلاس اللي حيتي من الشعر بهذا المحلول بقطينة بخمسة دقائق لا تفوتيهاش غايد هني وحيدي لي انو الخل شوية كنش في البشرة ومبعد رطبيها ووصلي ارد عليها غا تنسي علي اشي حاجة سميتها حتى اللازاغ هاد الوصفة بادي اللازاغ زوينة اقتصادية ورخيصة فاغتي غالما بغتش تحيد عليها العقز وتنوض وتجرب لي هاد للمولاتي الوصفة لا تنسونش حبيبتي من لايكات ديالكم الاشتراك ديالكم في القناة وانطلقى معكم ان شاء الله في فيديوهات المقبلة هانتو مالبنات راه زغبة واحدة ما تبانش لك فبصحتكم وراحتكم وانطلقى معكم ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة بسلام عليكم